وذلك كان من أهم مميزات أولياء الله الذين هم يشعرون بأن الله يتولاهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ليه؟ هم عايشين في حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وذلك لما بتكلم عن حسن الظن بالله بحب حول المعنى ده المعنى الجميل ده إلى معنى حياتي حياتي يعني ايه معنى حياتي؟ معنى فيه أفعال إجراءات نقدر بها نعيش حسن الظن مع الله عشان كده أنا بشوف الحسن الظن بالله فيه ثلاث حاجات فيه حسن الظن عمل حسن الظن خجل حسن الظن أمل إزاي حسن الظن يكون الثلاث حاجات دي؟ يبقى علشان توصل لحسن الظن بالله لازم تفهم إن معاني التلات دي فتفهم إن معنى حسن الظن مش مجرد فكرة عابرة أو خيال أو شيء بأحب أقنع به نفسي وملوشه وملوشه وجوده على أرض الواقع لا 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 ده معنى حياتي حسن الظن هو معنى يخرج أجمل ما في الحياة فما فيش حسن الظن بدون عمل واجتهاد ولذلك أول حاجة في حسن الظن إن حسن الظن عمل إبقى ما فيش حسن الظن وأنا قاعد كده وما بعملش أي حاجة وأقول إن أنا حسن الظن بالله ولذلك لما قيل للحسن البصري أن قوما أساء العمل وقالوا نحسن الظن بالله قال كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل هما لو أحسنوا الظن أحسنوا العمل يبقى حسن الظن عمل ولذلك هم الظن ده حسن الظن يبقى أنت لازم يبقى فيه إحسان والإحسان عمل حتى لو كان بداية الإحسان ده عمل قلب بس هو عمل لازم تعرف أن حسن الظن عمل مش حسن الظن إيه نوع من أنواع ترك العمل والكسل لا حسن الظن عمل الأمر الثاني حسن الظن خجل يعني إيه حسن الظن خجل يعني حسن الظن بيجي لما الإنسان يحس بأد إيه الله سبحانه وتعالى نعمه تخجله من كسرتها نعم الله كثير جدا فأصبح الإنسان يخجل من بزل الله له وأعطاء الله له وتقصيره في شكر هذه النعمة فيحصل له إيه يسأل نفسه طب الله سبحانه وتعالى يعطيني ويحسن معاملتي وأنا مقصر فأنا خجلان من الله سبحانه وتعالى فعال خجل ده يدفعني إلى إيه خجل يدفعني إلى التيقم من أن الله لن يمنع عني الخير أبدا فأنا خجلان نعم لكن أنا حسن الظن في الله يبقى خجلي من كثرة نعم الله يحملني إلى حسن الظن بالله وأنا عندي منجاء بحب إن أنا أذكر بيها كثيرا وبسميها منجاة الرجاء مع الخجل بقول فيها ربي يا من تسمع صوت قلبي وهو يتعلق بواسع رحمتك وحنانك ففقيرك يدخل بكل ضعفه وزله ووجعه في أمانك فإني على بابك أحمل خجلي من تقصيري وسوء أدبي واغتراري بكرمك أنا بقول ده وأنا مليء بالخجل من تقصيري في حق مولاي سبحانه وتعالى وكلما حصل لي هذا الخجل من تقصيري في حق مولاي قلبي يزداد نورا بحسن الظن في الله لأن مهما كانت عبادتك فهي لا تليق بالله لكن الله يعطيك فأنت في خجلك ليس أمامك إلا أن تحسن الظن بالله نعم المعنى الثالث بقى ومهم أو ده أن حسن الظن بالله هو أمل ليه أمل لأن حسن ظنك بالله هو اللي بيخليك تعرف أن الذي أحسن إليك فيما سبق فالملك لا يتغير والملك إذا وهب ما سلب وأن الكريم يداوم على كرمه لأن كرمه صفة ذاتية له صفة لله سبحانه وتعالى فالأمل اللي بيطمنك ويبعد عنك الخوف عشان كده لما بيسألوني بيسألوني لماذا لا تخاف فقلت لأني مشغول بالألطاف فأنا بخاف لي عشان الألطاف الله الكثير اللي حوالي جعلتني متأقن أن ما سيأتي لن يكون أقل لطفا فيما مما مضى بل سيزداد لطف الله سبحانه وتعالى عما مضى لأن هكذا يكون الكرام ترجمة نانسي قنقر